السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الكرام اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم طريقة إنشاء اختصارين على سطح المكتب الاختصار الأول لإغلاق الحاسوب والاختصار الثاني لإعادة تشغيل الحاسوب ولإنشاء هذا الاختصار البسيط قم بالضغط بزر الفر الأيمن على أي مكان على سطح المكتب ثم قم بالضغط هنا على نيو بعد ذلك تضغط هنا على shortcut ثم قم بكتابة الأمر الذي يظهر الآن في الشاشة بعد ذلك قم بالضغط على فراغ ثم قم بالضغط على عارضة ثم قم بالضغط هنا على S بعد ذلك قم بالضغط هنا على فراغ ثم عارضة ثم حرف T ثم قم بالضغط على فراغ ثم 0 هذا الاختصار بالنسبة لإغلاق الحاسوب ثم تضغط هنا على next ثم finish بعد ذلك يمكنك تغيير شكل هذه الأيقونة بالضغط بزر الفر الأيمن ثم تضغط هنا على property بعد ذلك قم بالضغط هنا على change icon ثم تضغط هنا على ok بعد ذلك تختار أي أيقونة تريد أي شكل مثلا هذه الأيقونة ثم ok ثم apply ثم ok كما تلاحظون تم إنشاء اختصار إغلاق الحاسوب بالنسبة للاختصار الثاني لإعادة تشغيل الحاسوب بنفس الطريقة الأولى قم بالضغط بزر الفر الأيمن ثم تضغط هنا على new ثم shortcut ثم قم بكتابة الأمر الذي يظهر الآن في الشاشة بعد ذلك تضغط هنا على next ثم finish وبنفس الطريقة يمكنك كذلك تغيير شكل الأيقونة بالضغط بزر الفر الأيمن ثم property بعد ذلك تضغط هنا على change icon ثم تضغط على ok ثم تختار أيقونة التي تريد بالصحفة كذا ثم ok كما تلاحظون بهذا الشكل تم إنشاء اختصارين الاختصار الأول لإغلاق الحاسوب بالكامل والاختصار الثاني لإعادة تشغيل الحاسوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر